من الكلب ليه الزوج بيلجأ للزوجة التانية؟ ومين بيكون السبب؟ هل الزوج ولا الزوجة؟ في نوعية من الرجال بيبقى السبب هم كراجل وفي نوعية تانية أو في زواج تاني بيبقى السبب هي الزوجة يعني تعالي ان يخد الرجال مثلا ممكن يبقى واحد هو أصلا حابب ان هو يبقى عنده أكتر من زوجة اللي احنا بنسلم يعني راجل مزواج؟ بالزبط يعني ايه حابب؟ ايه حابب دي يعني؟ يعني الرجالة بطبيعتهم أو بغرزتهم بيحبوا التغيير طب أنا ارتبطت بيها وأنا بحبها حلو ما هو ده نوع من أنواع الرجال فيه رجالة طبيعتهم بيحب يتجاوز واحدة واثنين وثلاثة طب هي ما تقبلتش أنها تكون زوجة تانية يعني كده حب امتلاك أنانية أنا ما ببص لنفسي ما ببصش للي أنا ارتبطت بيها خلينا نتكلم في الجزء بقى النفسي لو نتكلم في الحتة دي هو ده نفسيا بيكون مش كون ستيبل أو شخصيا بيبقى شخصيته مش سوية اه بالضبط فهو فكرة أنه يتزوج واحدة واثنين وثلاثة بيتخيل أن كل واحدة فيهم هتعوضوا حاجة عن التانية أو هتدي له شيء إضافي رغم أنه ممكن يكون محاولش أصلا مع الأولى أو مع زوجته الأولانية أو التانية أنه هو يطلب منها اللي هو عايزه أو تغير من نفسها في حاجات طب ده لو كلمنا في جزئية الغريزة أنه هو بيحب يرتبط تاني طب إيه العمل التاني؟ الجزء التاني الزوجة لو هي بقى واحدة فيه بيقابلني كتير قوي في الساشنز بتاعتي وجلساتي تلقيها واثقة من نفسها بالزيادة أو شايفة أنه يخدني زي ما أنا مش هتغير عشانه أو مش متقبلة أن أنا أتغير أو لا ده بيحبني عمره ما يسيبني فتفضل زي ما هي رغم أن الراجل زي ما قلنا عنده غريزة التغيير أو أنك تبقي مغيرة من نفسك فما تبقاش عايزة تطور من نفسها ما تبقاش نماشي على وطيرة واحدة أو نمط واحدة بالضبط أو بنشوف ستات تلاقيها طول اليوم الصبح نايمة وبالليل طول الليل قاعدة تتفرج على التلفزيون ما فيش اهتمام بجزها ما فيش احتواء يعني هي ما بتهتمش أو ما بترعيش زوجها دي الجزء التاني اللي هي الزوجة اللي ممكن جزءها يسيبها ويلجأ للجاوز ويلجأ للزوجة تانية اه تمام